أعلنت وزارة زراعة أنه تم تزويد قطاع الزراعة الآلية بأحدث المعدات والآلات اللازمة لزراعة والحصادة حيث وصل حجم المعدات لأول مرة لأكثر من 5000 معد متنوعة منتشرة في 135 محطة مميكانة على مستوى الجمهورية هذا وبدأ عمل 40 آلة منهم حاليا في حصاد محصول القمح في توشكا فور افتتاح رئيس عبدالفتح السيسي لموسم الحصاد اشتركوا في القناة